لذلك أنتم لا علاقة لكم بالثورة عليش كون تكذبوا عليش كون تكذبوا الغنانيش والمراشيش توا حرق شعيركم والله العظيم أنا مع نور الدين لبحي نور غير الدين بوكرش لبحيري نحكي أنا ويا قطلوا روى 2011 و2012 قطلوا الثورة روى بشي دغبراها رو بشي دغراها رو بشي شكلوها قالوا احنا مشكلتنا فلتروح الثورة للجهنم قطلوا عليش قال لي على خاطر وقت اللي النهضة تاكل في العصاء في التسعينات الشعب التونسي يشطح وقتها ويرقص في كارتاجو مع لبالوش بينا ولذلك اليوم احنا مع لبالناش بالشعب ومع لبالناش بالثورة يلزب انثبته انفسنا في الحكم هذا قول نور غير الدين بوكرش لبحيري الإرهابي الكبير لم ولن نعود نخشى لم ولن نعود نخشى اي تهديد بالنزول للشارع من خوانة الدين والوطن والشعب والدولة والثورة لانه تأكد بما لم يعد فيه مجال للشك ان هؤلاء لم يعد لهم وزن ولم يعد لهم ركز ولم يعد لهم اي تأثير على الشعب التونسي العظيم الذي تأكد طيلة عشر سنوات جمر ولم تكن سنوات ثمر او تمر وكانت اسوأ سنوات العمر هذه العشر سنوات بعيدة الثورة وحاش الثورة ولكن من سرق الثورة ونهب الثروة هو الذي اضف على هذه السنوات اسوأ سنوات العمر في عمر الشعب التونسي وفي تاريخ تونس المعاصر اذا العشر سنين هذوم تأكد للجميع ان الغنانيش والمراشيش والعفافيس والقراقير والزغاليم والمهاريش المذاهيب والبحاحير والبراريك وكل الخوانة الذين عملوا تحت امرتهم ومعهم وباع الوطن العزيز الغالي لهؤلاء تأكد للجميع انه لم يعد لهم اي ركز ولا سمع ولا بصر ولا اثر ولا خبر ولا غيث ولا مطر يأتي منهم او يصدر عنهم يعني اليوم نحن الحمد لله احنا في حالة عقيدة صافية اليوم عقيدة وطنية صافية ان هؤلاء اعداء الدين والوطن ولذلك لابد ان ننتبه لهذه المسألة ولا يعني يهتز ولا يرتج ولا يتأثر اي شخص بالمحاولات البائسة والفاشلة والتعيسة والرخيصة والدسيسة التي يسعى هؤلاء شرثمة القوم وارخص القوم واسقط القوم وأسفه القوم وأنتن القوم وأعفن القوم ان يروجوا لها هذه مسألة ما فيهاش حتى نقاش وما خروج الشعب التونسي يوم 25 جوليا المنقضي من سنة 21 و2000 الا دليل على ان الشعب قد فوض مرة اخرى السيد رئيس الجمهورية فيما ذهب اليه لا بل ان رئيس الجمهورية السيد رئيس قيس سعيد جاء مستجيبا لمطالب الشعب الذي طالبه بها طيلة سنتين كاملتين بعد ان تولى في 19 و2000 رئاسة الجمهورية الحمد لله اليوم لم يعد لنا اي توجس او اي تخوف او اي قلق من وانا بصراحة مانيش مع والي تونس في شيء من الاشياء السيد والي تونس الحالي الذي ما زال يعني حديث عهد بالولاية وولاية العاصمة تعدل الوزارة يعني ولاية العاصمة تعدل الوزارة بلا شك ولذلك هو موقع حساس انا مش معاه بش يمنع التظاهر انا معاه بش يسمح بالتظاهر حتى يتأكد هؤلاء انه لم يعد لهم وزن على الارض ولم يعد لهم اشعاع في قلوب وعقول التونسيين ولن يعد لهم اي اثر قلنا هلكم يا بهايم يا بقر يا كلاب يا اوباش وعذرا للكلاب وعذرا الحيوانات قلنا هلكم مميات مرة روال فولون تعال الحكم هرب عليكم وما عادش بش يرجعلكم باي شكل من الاشكال ممكن وقلتها مية مرة والدوام لله وحده وسبحان الحي الذي لا يموت لا قدر الله قيس سعيد او لا قدر الله لا سمح الله معناها صحت ما عاش تسمح له مثلا لا سمح الله وهو سليم المعافى الحمد لله ما عاش تسمح له بادارة الحكم في كل الاحوال راه اللي بيش يشد الحكم مع قيس سعيد او بعد قيس سعيد ما هوش انتم وهذه مسألة كالركعة في الصلاة وكالقبلة في الاستقبال وكالشمس في وضوحها وكالقمر ليلة بدر لم يعد لكم اي امكانية للعود وللعودة للحكم مرة اخرى هذه مسألة يزم تحطوها في بالكم اثنين انا نحب نوصل لكم من خلال النقطة هذه يا شعب تونس ان هؤلاء ما عادش يخوفون ما عادش عندهم حتى ثقل ولا قيمة ولا قدر ولا رمز ولا اثر ولا خبر ولذلك اليوم نحن امام حقيقة يعني معنوية ومادية ان هؤلاء لم يعد لهم اي تأثير على ابناء الشعب كل الحيال يعني لعبوها وكل الحيال عملوها طيلة عصر سنوات الجمر ولم يعد بد ولا ممكن ان يأتوا بحيال جديدة سلعتهم الكل خرجوها فضحوا رواحهم وفضحناهم والحمد لله والشكر الله على ذلك ولذلك اليوم ما عادش عندهم ما يلبسوا ما عادش عندهم بشي لونه ما عادش عندهم اي حيال اي حيالة جديدة او اي من داف جديد ندفهم صدت وفخارهم اتكسر و يعني و و و خيمتهم هب عليها ريح عاصف صرصر والعياذ بالله مسترسل يعني دمرهم وقلحة بوتادها والحمد لله يا رب العالمين هذه النقطة الاولى النقطة الثانية اريد ان اقول الى كلاب البرلمان المنحل الا اللي ما يستهلش حتى من باقي الاحزاب الاخرى غنانيش ومراشيش ومقارين وبعض الاحزاب الاخرى وبعض الشخصيات البهيمة بالحق معناها نقول بعض الشخصيات البهيمة وبعض الشخصيات اللي ما زالت تكذب على الشعب التونسي وعلى الدولة التونسية واللي باعت الطرح واللي حب تتعاود وثيقة 18 كتوبر مرة اخرى كلهم بلهم تشربوش مها خطر مها كيمياوي يسمم بالستيل وبالاحبار ولذلك لن يقبل الشعب التونسي اي فسيفسة اخرى واي نقشة اخرى واي عجة اخرى سواء عجة التوافق او الاتفاق او عجة 18 كتوبر او عجة فمتي ولا لا معناها خلينا نكسروا الدكتاتورية وبعد نرسيوا الديمقراطية يا حسر على ايام بو عنبة راح تعليكم اياما نغنغة الكل وتحاولوا تتقربوا تدخلوا تحت جبة الغنوش البريطاني الصهيوني الهيلاري والله انا مكنت تصوركم بهايم الى هذه الدرجة التونسي ان الغنوش انتهى ان النهضة انتهت ان الائتلاف انتهى ان قلب تونس انتهى ان زمن النهبي والغصبي والغورة والفكان انتهى الحمد لله بعد 25 جوليا لن 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 الزمخشارية الهنتاتية السعيدية التونسية لن يكون لكم ايه وجود بالمعنى السياسي للكلمة ولذلك لابد ان ننتبه الى هذه النقطة يعني كل تحركاتكم السياسية اضراب الجواعة امتع المحازيق والجههير والعججيل واللي يمشون يزوروا في البحر حير الكلهم ما عندكم حتى قيمة ولا قدر ما عادش يا حسر لو ريق هذو ما كرتتكم تحرقت ورميكم تحرق وديمينيكم مش على روحوا وشترنتشكم طيروا الريح وفعت اموركم سايه ما عاش عندكم حتى سلعة تخرجوها مش عاود تخرجوا من سلعة الأقديمة اللي تفضحتوا قدام الشعب التونسي وقبل صدخكم ولكن توا ما عاش يصدخكم ها ولذلك ثبت كذبكم وافتراءكم وخيانتكم لهذا الوطن ولذلك الشعب التونسي لن يصدقكم مرة أخرى وانا والله انا مع خروجكم غدوة لأنكم غدوة ستؤكدون للشعب التونسي انكم لا شيء وانكم لن تفعلوا اي شيء وانكم لن تغيروا اي شيء لانكم لم تعودوا في المشهد السياسي اي شيء وان الشيء يتبرع منكم لانكم لا شيء والشيء لا يريد ان يكون انتم فهو الشيء وانتم لا شيء هذه مسألة يلزم تعرفها المسألة الاخرى في هذه النقطة الثانية انه غدوة 14 جانفي لم يعد يعني تاريخا لم يعد تاريخا لم يعد تاريخا رسميا يهم الدولة التونسية لانه في الحقيقة تاريخ اندلاع الثورة كان 17 ديسمبر 2010 هكو ولا لا هذا كتاريخ اندلاع الثورة ولكن 14 جام في 2011 اين عم سافر فيه بن علي رحمه الله وخرج من البلاد وسيأتي اليوم الذي يعني يكشف فيه بدقة اكثر وانا اعيدكم بذلك كيف خرج ولماذا خرج بن علي ومن وراء خروجه وما القصد من تلك الظروف والملابسات التي جعلت من بن علي في تلك اللحظة فارا بينما هو غير فار اذا المسألة وما فيها انه 14 جام في هو 14 جام في 2011 هو كان تاريخ سلب الثورة والماشي والسرقة الثورة والغورة على الثورة والانقلاب على الثورة لأن الثورة شكون عملها الغنوش اللي يتمتع فيه المقار المخابرات البريطانية في بريطانيا عملها عملها ليخ من ذاك محمد بن سالم ولا ولا اетыك بتاع فرانسا ولا ولا ارسل ا так ألمانيا أبدا أبدا عملوها فقراء الشعب التونسي أو ساهم فيها وقادها في وقت من الأوقات الاتحاد العام تونسي للشغل المنظمة الوطنية الشغيلة لذلك أنتم لا علاقة لكم بالثورة على شكوين تكذبوا على شكوين تكذبوا الغنانيش والمراشي توحرق شعيركم والله العظيم أنا مع نور الدين لبحنور غير الدين بوكرش لبحيري نحكي أنا وياه قطل روى 2011 و 2012 قطل الثورة روى بش دغبراها روى بش دغراها روى بش شكلها قال له احنا مشكلتنا فلتروح الثورة للجهنم قطلوا عليش قال لي على خاطر وقت اللي النهضة تاكل في العصاء في التسعينات الشعب التونسي يشطح وقتها ويرقص في كارتاج ومع لبلوش بينا ولذلك اليوم احنا مع لبلناش بالشعب ومع لبلناش بالثورة يلزم انثبتوا أنفسنا في الحكم هذا قول نور غير الدين بوكرش لبحيري الإرهابي الكبير لذلك يجب أن ننتبه يا شعب تونس أن هؤلاء يكذبوا يبقوا على الثورة وهم اللي دغروا الثورة وهم اللي نحروا الثورة وهم اللي سرقوا الثروة ولذلك اليوم يحاولوا يريدماروا من جديد يحاولوا يخدموا الموتور هذا من جديد ويغنوا الغنية قلت لكم عاد سرعتكم مفات ومعادش عندكم حتى تأثير على الشعب التونسي الذي قرف وعزف وزعف وكره كل حيالكم ولم يعد يقبل منكم حتى كنت تبدوا مجبلين الجبلة وتصلوا يقول لكم لا ثم شك في الجبلة المجبلينها مش قبلة محمد لأنكم انتم تصلوا للظهر ما تصلوش للقبلة إذن لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر إذن 14 جانفي هو ليس تاريخا وطنيا بل هو تاريخ منتبة الوطن الذي سلب فيه الوطن ثورته وسلب فيه الوطنيون الأحرار ثورتهم وسرقت ثروتهم في هذا التاريخ 14 جانفي 2011 النقطة الثالثة التي يجب أن تنتبه إليها جميعا يخي انتم من جهة ما عندكم مش علاقة بالثورة ومن جهة تبكيوا على الثورة ومن جهة كي جات الثورة ما تنجموش تكذبوا على الشعب التونسي هذا ك 2011 صدقناكم في الشعب التونسي وقلتوا را مش نعمل ومش نعمل ومش نعمل ومش نعمل ورانا جايين خدام للبلاد ولكن يوم عسرة سنين بل 11 سنة بعد الثورة ما عاش تنجمو تنجمو تكذبوا كالكلبة اللي كذبتوها في 14 جون في 2011 ما عاش تنجمو تعملوا هاك الشعارات فهمتني ولا لا معناها الشعب يريد تحريف فلسطين وانتم ما حبيتوش جرموا قانون التطبيع ما عاش تنجمو تكذبك الشعب كذبت الشعب هو مسلم ولن يستسلم ينعم الشعب التونسي مسلم بلمزية ليكم الشعب التونسي مسلم عنده عيد صغير وعنده عيد كبير وعنده رمضان وعنده الحج وعنده رسل عامل عربي وعنده معناها مناسباته الدينية وعنده معناها المولد النبو الشريف وعنده المساجد والمآمن والصوامع والمنابر وكل التونسي حتى يبدأ ما يصليش ربي يهدينا ويهديه لما فيه الخير معناها يعمل عرس ولا يبني دويرة ولا يشري أثاث شجيد ولا كذا ولا يمرض له حد يعمل حزب لطيف في الدار ويعمل ختم قرآن كريم في الدار ولذلك اليوم مش ممكن تتبلاوا على الثورة مرة أخرى ما عادي يصدقكم حد مش ممكن تتبلاوا على الوطن مرة أخرى ما عادي يصدقكم حتى واحد مش ممكن تهموا الناس أنكم قاومتم ديكتاتورية بن علي اللي ترسوا ديمقراطية مدلسة مش ممكن معاش ممكن ولذلك يرحم أيامك يا بن علي رحم الله بن علي وغفر لنا ولا هو للمسلمين وبن علي اليوم يعتبر في تاريخ تونس المعاصف معاصر أشرف منكم من مئة مرة معاش تكذبوا بن علي يا غنوشي اللي يعطاك باسبورك ومنعك من الأعدام بن علي يعلي العريض اللي يعطاك منعك من الأعدام وخرجك في عفو بن علي اللي يخرجكم في عفو ومنعكم من الأعدام يا غنوشي بن علي اللي أعطيت القايمة بأسماء أصحابك وبعتهم واحد واحد وقطعت لبريطانيا وكملت تقود وتصب للمخابرات البريطانية 23 سنة وانت تصب للمخابرات البريطانية ولما عدت إلى أرض الوطني لم تعد وطنيا بل عدت عميلا كما خرجت منها عميلا يا واطي الغنوشي البريطاني الصهيوني الهنالي الهنالي الكناتري المقلع المجمد المذوب المدقدق المهرس التعيس البئيس السفيه البليد الركيك الذي لم يعد لك أي معنى في كل الأحوال عفوا لن تكونوا لن تكونوا مرة أخرى داخل مؤسسات الدولة الكبرى لأن الشعب كفر بكم جميعا إذن لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة أيضا أيضا مسألة ثانية يلزم تعرفوها مليح 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 بجاه ربي يا قيس سعيد يرحم والديك بجاه ربي يا والي تونس بجاه ربي يا وزير الداخلية توفيق شرف الدين بجاه ربك خليهم يخرجوا غدوا يا ودي ما عبوش برويت يا ودي حتى كانك ريه فلوس الناس بالفلوس يهيوا بعد فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ما عندهم حتى معنى ما عندهم حتى ثقل هل تحسوا منهم من أحد أو تسمعوا لهم ركزة إذن يحاولوا هما بشي يتجمعوا ولكن لن ينفعهم التجمع من جيد ويحاولوا بشي جيشوا معناها النخب السياسية اللي اعتبروه هم مش خلون نخب انتبروهم نخب خيانتية نعم نخب خيانتية لأنه مطيلة العشرة سنوات متاع الجمر يعني النخب هذية بين ظفرين اللي اعتبروهم هم نخب باعت وشرت وكسبت وكانت الدور في شلايك ولت الدور على التبي الحمرة ولت مالكة سواني بر وبحر وجو وطيائر ودنيا ومور وغاصلين أموال وتبيض أموال وتهرب ضريبي وتهريب ومعناها تلاعب القوانين والدساتير وتلاعب بمؤسسات الدولة الكبرى على حساب وكرام الشعب المسكين ولذلك اليوم ما عادش عندكم حتى وزن يا قيس سعيد يا توفيق شرف الدين يسيل فقي ولي تونس خليهم يخرجوا ما ثمش حتى إشكالية ما عندهم حتى أثر ما عندهم حتى وقع ما عندهم حتى إشعاع ما عاد عندهم حتى معنى في الحياة السياسية التونسية ولم يعد لهم أي تأثير في الحياة اليومية التونسية إذن لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر بالنسبة للسكوبات الكبيرة بشرى إلى الشعب التونسي أن السيد رئيس الجمهورية وأن السيد توفيق شرف الدين سيستجيبون في الساعات القليلة القادمة لمطالب الشعب التونسي لاستكمال مسار محاربة الفساد وإيقاف الفاسدين طبق القانون وأؤكد لكم الشعب التونسي أنه في أقرب الساعات وفي أقرب الأيام أن السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية وبعض من القضاء المستقل الشريف النزيه أنهم سيتولون إيقاف كل من الغنوشي البريطاني وعلي العريف والسيد فرجان والأحبيب اللوز وعبد الكريم الهاروني وكل قيادات النهضة المتورطة رأساً في الأجهزة السرية الثلاثة الجهاز المالي السري والجهاز العسكري السري والجهاز المخابرة السري أضف إلى أن سمي الغنوشي ستكون على رأس هذه القائمة أضف معاذ الغنوشي ابن الغنوشي أضف الناس اللي هارب البرة كما رفيق بوشلاكة تصدر فيه بطاقة جلب دولية ويأكدوا على هذا أكثر من مرة ولذلك لابد عفواً سمحوني ولذلك لابد أن ننتبه إلى هذه القائمة الطويلة والتي ستفعل سريعاً لابد أن ننتبه أن السيد رئيس جمهورية نحن قاعدين نضغط عليه كشعب تونسي كمواكين توانسة أن يواصل في محاربة الفساد المالي والإداري والإجرامي والإرهابي عامة وخاصة والأسماء المعروفة 14 جنفي اليوم هو يوم عفواً 14 جنفي هو يوم كسائر أيام الشهر وأيام السنة كلها ولم يعد له إلا معنى واحد هو تاريخ هو تاريخ يعني سرقتكم للثورة وسلبكم للثورة ولذلك اللي بشيخه نجبوده يا سيد رئيس جمهورية ويا السيد وزير الداخلية الأستاذ الشريف توفيق شرف الدين والسيد ولي تونس المحترم اللي بشيخرجوا غدوة يا سيدي هم سراق الثورة وهم من اغتصبوا الثورة وهم من نهبوا الثروة وهم من يخشون على مصالحهم التي تكسبوها من ظهر الشعب التونسي وسفكوها من دماء وعروق الشعب التونسي وخنقوا شعبا كاملا من أجل تحقيق مصالحهم الدنيئة الرخيصة الدنيئة الرخيصة المعادية للمستوى المعيشي وللعيش الكريم وللشغل الكريم وللوطن الكريم لذلك يوم غد بالنسبة لكل من يحب هذا الوطن هو يوم عادي أما بالنسبة للخوانة فإن يوم غد لا يعني إلا شيئا واحدا هو تذكيرهم للشعب التونسي بأنهم هم من سرقوا الثروة وهم من انقلبوا على الثروة وهم من انقلبوا على الثورة وهم من انقلبوا على كل تعهداتهم أمام الله وأمام هذا الوطن وأمام هؤلاء الذين قاموا بالثورة الثورة عملوها جماعة واستفادوا منها جماعة الثورة اندلعت في 17 ديسمبر وسرقت في 14 جنفي ولذلك سيد رئيس الجمهورية كان مصيبا وكان دقيقا عندما قار رو تاريخ اندلع الثورة نهاية 17 ديسمبر وقار رو 14 جنفي ما هو شعيد وطني لأنه أدرك سيد رئيس بعد قراءة ملفات والتقارير والمعطيات والمعلومات الاستخباراتية منذ ذلك التاريخي للتاريخي والساعة تأكد أن 14 جنفي 14 جنفي هو يوم سرقة الثورة وليس يوم عيد الثورة أيضا على السيد رئيس جمهورية أن يغلق مقر القرضاوي بلا شك لأن السيد رئيس جمهورية يدرك جيدا أن اتحاد القرضاوي هو هيكل من هيكل الغنانيش والمراشيش لغسيل الأموال وتبيضها والتهرب الضريبي ولتحريكه تحريكه يعني وقت اللزوم ولذلك نبهت وقلت أن وزير الشؤون الدينية الحالي هو ابن عم الغنوشي واخوانجي من اخوانجية وأنه اليوم قاعد يشرف على خمسة آلاف إمام الأغلبية الساحقة متاحهم متخرجين من الانتحاد القرضاوي والأغلبية الساحقة متاحهم من مكاتب نحلية والجهوية والوطن يمتع النهضة سابقا والأغلبية متاحهم يعني يدعكعك ويمكمكو ويلكلكو في الفلوس متاع التبرعات الجوامع إلى الآن ولا أدري لماذا السيد رئيس الجمهورية إلى هذه اللحظة لم يذعن لم يذعن لخلع هذا الوزير رغم أننا قدمنا كل ما يفيد في هذا الاتجاه هذه ناحية الناحية الأخرى أنني قمت ولله المنة والفضل في نهار ثلاثة اللفات استدعاتني الفرقة المركزية الخامسة في مكافحة الجرائم الإلكترونية بلعوينة وهذه الفرقة كانت في مستوى الاحترام والتقدير محترمة للقانون ودون محابات وفي كنف القانون يعني سألتني لأن هناك من تقدم بشك وضدي وهي تحت التراب اليوم محرزية لعبيدي النائب الأول مجلس تأسيسي النائب الأول رئيس مجلس تأسيسي ونائبة مجلس النواب في دورة 14 يعني والتي توفي تقريبا منذ سنة تقريبا وتعلمون جيدا يعني تفاصيل هذا الاسم وما الذي فعلته في بعد الثورة المهم وأن محرزية لعبيدي قدمت بي زو الشكاوة زو الشكاوة قالت رو أنا سبيتها وما نعرفش عليش والله ينقعد بها تواني نحكي على محرزية بيرة بربي هي اجدخلها من محرزية لعبيدي والله ينقعد بها تاني أنا أقول محرزية بيرة أتقدمم بالشكر وأهيب بسلك الحرس الوطني الجيش الثاني الذي يشرف على 78% من تراب الوطن العزيز الغالي وكانوا في منتهى الاحترام والتقدير وقاموا بخدمتهم لزادوا لنقصوا يعني وراجعوا النيابة والنيابة العمومية بمنوبة مشكورة وبرك الله فيهم الشاكية باسم وموضوع الشكوى باسم واحد اخر والمشتكى به هو انا ولذلك قلت انا ما عنديش باع عليك هذه محر زي العبيدي نعرفها كنائبة في مجلس نواب الشعب وانتهت القصة كيف كيف نحب نقول وانه اولامس ايضا اللي هو سمحوني نهار لربعة استدعاني السيد حاكم التحقيق بالمكتب العاشر لدى المحكمة الابتدائية بتونس للإدلاء بشهادتي والاستماع ليا كشاهد مش كمتهم كشاهد في ظروف مقتل السيد الرئيس جمهورية الأسبق الباشي قيد سبسي رحمه الله تعالى وبينت وادليت بشهادتي كاملة امام الله وامام القانون وامام الشعب وان شاء الله بقدرة ربنا القوانة جتها امام ربي وامام الناس بالخير والبركة ان شاء الله ثم اريد ان اقول شيء مهم جدا الآن يجب ان تنتبه الى اننا انطلقنا في القيام باجراءات لحل الاحزاب الثلاثة حزب الغنانيش وهو حركة الناظة وحزب المراشيش الاعتلاف تعلب هاما وحزب المقارين حزب قلب تونس ولذلك نحن اليوم عنا حق كمواطنين توانسة اننا نحل هذه الاحزاب ونحن ضد المنظومة الحزبية وطالبنا السيد الرئيس الجمهورية وهذا ما سيستفتى عليه الشعب وفي 25 جويل المقبل كان حينا رب ان شاء الله حول المجلة الانتخابية معاش ننتخبه على الاحزاب نوليهم ننتخبه على الافراد وتغيير النظام السياسي من برلماني متشضي الى رئاسي معدل ولذلك نحن اليوم امام ثورة حقيقية في تغيير عدة اشياء عمل الغنانيش والمراشيش والمقارين على ارسائها للاستحواذ على الدولة وللاستيلاء على ثروات البلاد ولذلك نحن اليوم امام يعني موعد مع التاريخ وبينا عفوا سمحوني نحن في موعد مع التاريخ اخر نقطة واهم نقطة واقوى نقطة هي ضرورة حل المجلس الاعلى للقضاء نعم نحن كشعب تونسي وباسلوب حضاري وبطريقة حضارية مع حل المجلس الاعلى للقضاء شنو مهمة المجلس الاعلى في العادة هو تسمية القضاءة ترقية القضاءة نقلة القضاءة تأديب القضاءة بالنسبة للتسمية والترقية والنقلة مسائل تقنية واجرائية وقانونية مقبولة ومعقولة اللي مش مقبول في المجلس الاعلى للقضاء هو نقطة التأديب كثير من القضاءة فسدة كثير من القضاءة يرتشون كثير من القضاءة عينهم نور غير الدين بوكرش البحيري كثير من القضاءة تبعين جهات سياسوية تبعين الغنانيش والمراشيش والعفافيس والقراقير عندما أقول هذا الكلام لا أعمم هذا الكلام على كل القضاءة لا بل إن عددا لا بأس به من قضاءة الشرفاء والنزهاء والمستقلين موجودين في سائر هياكل القضاءة التونسي الشريف النزيه المستقل ونحن عندما ننادي كالشعب التونسي بحل المجلس الاعلى للقضاء لا يعني أننا ننكل بالقضاء بل بالعكس إن رادف الشعبي مع رادف القضاء النزيه يلتقيان ويتحدان ويتجانسان ويتماهيان ويتعاضدان وفي اتجاه واحد نحو إعزاز القضاء التونسي وإرساء العدالة إرساء العدالة أن يكون هناك فعلا قصر للعدالة لا أن يكون هناك قصر وتنتفي العدالة ولذلك مطلبتنا اليوم بحل المجلس الاعلى للقضاء هو طلب يساند كل قاضي شريف لأن كثير من القضاءات الشرفاء وإن لم يجهروا بذلك فإنهم يستبطنون في قلوبهم وعقولهم ضرورة حل المجلس الاعلى للقضاء وقضية قانون المجلس الاعلى للقضاء راه قانون مشكر أين كريم وراه القانون هذا يمحين وراه يتعدل كذلك أيضا القانون هذا المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لا ينفي دور المجلس نفسه للقضاء ولكن طالب بعض القضاء وربما من المجلس الحالي الذي سيحل قريبا بإذن الله قال نحن ما نحبوش في ظروف استثنائية ايه بابا والله هنا معاكم وعلى السيد رئيس الجمهورية من هذا المنطلقي أن يعلق العمل بالدستور أن يعلق العمل بالدستور في غياب المحكمة الدستورية وفي الغاء الهيئة الوقتية للمحكمة الدستورية وفي غياب المؤسسة التشريعية وفي غياب فعاليات أو تفعيلات الدستور متع 14 ألفين الدستور المسموم المدلس يمكن لرئيس الجمهورية بل إني أدعوه كما يدعوه كامل الشعب إلى تعليق العمل بالدستور وحل كل الهيئات الدستورية وإنشاء جمعية تأسيسية مصغرة متكونة من رجال شريعة ورجال قانون وعندما أقول رجال يعني رجال ونساء حرائر وأحرار يعني متخصين في الشريعة متخصين في القانون ومتخصين في الثقافة ومتخصين يعني في عدة مجالات يعني ويمكن أن يعدل دستور 1959 والمحافظة على باب الحقوق والحريات حتى لا يتدعى الأكل إلى القصعة وأن قيس سعيد وشعب التونس يردون إرساء نظام ديكتاتوري وحش الله أن نكون كذلك إذن الدكتاتورية هي أنتم السرقة هي أنتم الخراب هو أنتم الإجرام هو أنتم الأرهاب هو أنتم أيها الغنانيش والمراشيش نحن نريد اليوم قضاء مستقل كل الأفعال قام بها السيد الرئيس الجمهورية ذو مجلس النواب ثم مش محكمة دستورية هو الضامن وحيد تطبيق دستور اليوم ما زال قدامه المجلس الأعلى القضاء لا بد أن يحل هذا المجلس وأرى إجرائيا شكليا قانونيا وربما دستوريا حل المجلس يكون بتعليق العمل بالدستور لأن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تعطيل العمل بالدستور وتعطيل العمل بالهيئة الدستورية تعليق العمل بالدستور وتحل الهيئة الدستورية هو الحل الأمكن قانونا ودستورا ومنطقا وعقلا وواقعا ما كنتحبوش القضاة انتم في إطار التدابير الاستثنائية يا سيدي ميسيلش تأولا نقول لكم روى الفصل الثمانين قد لا يتحمل حل المجلس الأعلى لكن إجرائيا يا سيد رئيس جمهورية وأنت أستاذ قانون عام فقه دستوري نقول لك علق العمل بالدستور وقص النزاع وخلي البلاد تمشي القدام ونقول لك يزي نور غير الدين بوكرش البحيري وفتح البلدي يزيهم الإقامة الجبرية وحيلهم للقضاء بعدما تأكد وتأكدنا وتأكدت وتأكد الجميع أن النية تتجه قضائيا لإدانتهم لتوفر الأركان والواقع والقراء على أنهم أجرموا في حق البلاد والعباد لذلك تحية مرة أخرى إلى الجمهورية التونسية تحية إلى تونس الخضراء تحية لتونس الشهيدة تحية لتونس الفتاة تحية لكل وطني حر تحية لكل وطني حرة ولا خوف على تونس بعد 25 جوليا ولا خوف على البلاد بعدما قلب وجوهم الغنانيش والمراشيش والعفافيس والقراقير بإذن الله تعالى نحن منتصرين بإذن الله والراية الوطنية رفرافة وترفرف في سماء تونس الصافية النقية النقية من الغنانيش والمراشيش لذلك لا تخشوا على تونس غدوة تحب بشي قولها لكم يسمحوني الشعب التونسي في الألفاظ هذه تحبوا يقول لكم أراه لي نادوا بالخروج غدوة أراهم بصاص وعفات وحكايتهم فرق وما عندهم حتى قيمة وما عندهم حتى تأثير وما عندهم حتى وزن وبإذن الله العلي القدير البقاء للأصلح والبقاء بإذن الله تعالى للدولة التونسية والبقاء لكل الوطنيين والوطنيات الأحرار بإذن الله تعالى عاشت تونس عاشت الثورة عاش الوطنيون الأحرار والموت الموت بالقانون والدستوري والاعتبار الموت المعنوي للغنانيش والمراشيش والعفافيس والقراقير تصبحون على ألف خير ونحن دائما في ألف خير بإذن الله تعالى أخبار سياسة تقنية محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية عالم أميرة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر